جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل تبقى متأرجحة بين الانعقاد وعدمه إذ يؤكد تحالف الثبات الوطني ضمانة الثلث المعطل والذي من خلاله يراهن على أفشال عقد الجلسة بينما يؤكد تحالف إنقاذ الوطن عن ضمانة للعدد الكافي لعقد جلسة السبت من دون أسماء عرضت بطريقة معلنة للنواب المنضوين تحت غطاء التحالفات التي صدرت نفسها الأقوى استعدادا لمنافسته جلسة السبت المقبل الثبات الوطني متمسك باللعب على وتر الثلث المعطل ويرهن على إفشاله انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بينما تحالف إنقاذ الوطن الذي أعلن عنه أخيرا يتحدث عن ضمانه للعدد الكافي من النواب لتمرير مرشح الديمقراطي لغاية الآن لا الإطار التنسيقي أعلن عن الأعداد بالأسماء ولا التحالف الثلاثي أيضا أعلن الأعداد بالأسماء لغاية هذه اللحظة يعني حتى التحالف الثلاثي قال إنه يمتلك مئة ثان وعشرين نائبا ولكن لم يحدد أسماءهم السبب الحقيقي في التخبط وعدم إعلان الأسماء كون إن المستقلين الذين أصبحوا بيثة القبان لم يعطوا تعهدات مكتوبة كل التعهدات شفهية جلسة تمرير منصب رئاسة الجمهورية ستكون مكبلة بسلاسل الثلث المعطلة في حال لم يتمكن التحالف الثلاثي من جمع العدد المطلوب من النواب لاكتمال نصاب عقدها المفاجأة السياسية هي ما تحدد الوجهة التي ستسير نحوها تفاصيل جلسة السبت المقبلة لأن المستقلين التزموا حالة الصمت والمجاملة ولم يكشفوا مع من سيتربعون المشهد فيه مراهنات كبيرة ما بين القوة السياسية وقد يكون هناك ثلمة في الطرف الآخر من الجزء الذي ينوي إلى تعطيل جلسة مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية أعتقد على الإعلان المؤخر قد لا يكون هناك توافق ما بين الإطار والتيار على اعتبار أنه قد يكون التحالف الثلاثي ينظر إلى الأجزاء التي هي ضمن الإطار التنسيقي وبالتالي قد تكون المراهنات بهذا الاتجاه المشهد الذي تعيشه الأطراف السياسية هو كيفية إثبات الوجود وتحطيم جمود الآخر خيارات التوافق ابتعدت كثيراً عن الأوراق المطروحة في ملعب المنازلة على جلسة اختيار الرئيس ضيعت الملامح في زحمة الانقسام السياسي أحمد ليث بغداد الرابعة